تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لبدء روسيا عملية العسكرية في أوكرانيا فرد الاتحاد الأوروبي حزمة عشر من العقوبات على موسكو على شركات مؤتهمة بتزويدها بطائرة مسيرة العقوبات تتضمن قيوداً أكثر سرامة في مجال تصدير تكنولوجيا خاصة وسلع مزدوجة لاستخدام وتدابير تقيودية محددة الأهداف ضد الكينات والأفراد الذين يدعمون العملية العسكرية أو ينشرون الدعاية أو يسلمون طائرات وإجراءات ضد ما وصفه التكتل الأوروبي بالتضليل الآلمي الروسي وبحسب تقارير أوروبية فإن الحزمة العشر من العقوبات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صدرة أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكينات وأقرت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا تخفضاتها عليها إذ أن ورسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة بكثير لكن مسعها بقى بالفشل وخلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبابات ليوبارتو الألمانية وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورفيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنها ضعيفة للغاية وانتقد توفود العديد من الدول الموقف البولندي معتبرة أنه عقب أوروبا لأن حزمة العقوبات لم تقر إلا بعد ساعات عدة من أعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادت منه إظهار دعمهما لأوكرانيا وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخر فيها ورسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مساء لتشديدها أكثر وفي ديسمبر الماضي لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحق موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمة في بروكسل في إقناع رئيس الوزراء البولندي برفع تحفظاته ترجمة نانسي قنقر